اليوم كان الرئيس التركي رجل طيب أبدوغان في إحدى خطاباته اليوم يخاطب الشعب التركي وقال كلمات مهمة جداً تحدث عن المرحلة الأكثر أهمية في الانتخابات ثم قال أن هذه الانتخابات التي ستجرى يوم الأحد القادم ستكون أحد أهم من خيارات حياتنا ماذا يقصد؟ صحيح لأن التركيا الآن في مرحلة الاختيار وهناك من المعارضة كيف نظام عالمي السياسي تتغير الاقتصاد عالمي في التغير المجتمع عالمي في التغير تركيا لابد أن تختار أي طريق أن تمشي هم إثنين مرشحين أم هم مشروعين؟ لا هناك مشاريع ليس مشروعين في الداخل المعارضة ليس مشروع واحد هناك مشاريع هم يقولون أنهم متجمعون الطاولة السياسية فقط لا هم يظهرون هكذا ولكن في الداخل هناك نقاشات طويلة جداً لا يظهرون إلا أشياء باقي عندهم أردوغان وضع شيء أمام التركيا كما فعلها أتاترك في إنشاء الجمهورية الحديثة التركية أيضاً أن لا يكون في اتجاه واحد أن تستفيد تركيا أن يكون لها الدور وتكون مستقلة وأردوغان الآن يريد بعد مئة سنة للجمهورية للتركية الحديثة لأن بعد خمسة أشهر سيكون قد أكمل مئة سنة وسيبدأ مئة سنة الجديدة للتركيا كيف يكون اتجاه للتركيا الجديدة؟ إلى أين تتجه؟ كيف في النظام العالمي أين يكون مكانها؟ في النظام الاقتصادي الجديد أين يكون مكانها؟ لابد هنا التركيا أن تختار الآن لنجد أردوغان فريق الاتفاقية الجمهورية التي نسميها يقولون نحن الوطنيين الاتفاقية الوطنية نحن نسل ملي اتفاق أو هم مليين ملي يعني الذي على ملة أو على شعب هذا الشيء والثاني هم يعارضونهم هم يقولون للمعارضة الاتفاقية الملة يقولون لا الاتجاه الذي يزد بها أردوغان هذا خاطئ واتجاه إلى الروسيا جانب الروسي وهذا الجانب أكثر لابد أن لا نترك الأمريكا ويبقى لنا علاقات مع أمريكا أيضا طبعا أردوغان لا يقول نحن مع الروسيا ولا مع أمريكا إلى الأن ما أعلن ولا قال أي شيء في هذا الموضوع قال لا نريد أن نكون مع أمريكا ولا روسيا نريد أن نستفيد من كلا طرفين نكون مستقلين كدولة لأن تركيا لها قوة تستطيع أن تبقى مستقلة نعم أمريكا كثير من الأمور الذي نريدها أن نقوم بها يعرقلون أو يمنعون في أن نتحرك في هذا المجال نحن لا نتفق مع أمريكا نتفق مع روسيا أي أمور الذي لا يتفق هنا كثير من الأمور تركيا ملافاتها تختلف عن روسيا في كثير من الأمور ولكن تتفق مع روسيا لأن هناك رجل يستطيع أن يتكلم ولكن أمريكا في السنوات الآخرة حينما بدأت تركيا أعلنت استقلالاتها في السنوات العشر الآخرة بدأت مشاكل ضد تركيا كما عنينها في عشر سنوات الآخرة